السلام عليكم. انا معتد ان انا بعمل فيديو كل يوم سبت فالنهاردة قلت اعملكم فيديو عن حلم. حلم اللي انا بحلم به. واللي خلاني مهتم جدا بمجال تحليل السلوك التطبيقي وان انا ادرسه واتخصص فيه وان بقى يعني certified in behavior analysis يعني من البورد. والله انا حلمي واعلم الله هذا يعني حلم عندي وان شاء الله بازن الله اتمنى ان يوم من ذات الايام اقدر او حد بعدية يقدر يحققوا يعني. حلمي بكل بساطة ان انا واساتزتي اللي هما سبقوني في النجاح في البورد المصريين المميزين جدا كلهم. هنقدر في يوم من ذات الايام ناسس حاجة خاصة بمصر. ويكون اسمها The Egyptian Association of Applied Behavior Analysis. ولنقدر بيها نعمل سيستم نساعد في نشر الاستراتيجيات الخاصة بتحليل السلوك التطبيقي من متخصصين مش من اي حد عشان نضمن ان احنا نقدم هذه الخدمة للاطفال وللطلاب وللأمهات والأسر والناس استفيد. اتمنى ان الدولة نفسها تستفيد من وجود البيسي بيس وكلهم معهم ماسترز ومعهم مشاهدات اكثر من رائعة. وتقدر انها تستفيد بهم في عمل برامج اه دراسية في الجامعات للخصائيين اللي بيدرسوا. ونقدر ان احنا ننشر تحليل السلوك التطبيق في مصر بحيث ان كل طالب او كل طفل يحتاجي التدخل مبكر ياخد تدخل مبكر وحياته هو تختلف وحياة اسرته تختلف. ده الحلم بتاعي اللي انا بحلم به. ان شاء الله اتمنى في يوم ما زات الايام ان احنا نقدر نحققه. اه زي ما قلت لكم اسات زيتي لان انا بعتبر الناس اللي نجحت قبله هم اسات زلية. بتعلم منهم كلهم طبعا. كلنا بنتعلم من بعض. فاتمنى ان يوم ما زات الايام نقدر نحقق الحلم ده. طبعا في صعوبات كتيرة في تحديات كتيرة في مشاكل كتيرة في ناس اه اللي انا بسميهم الفهلوجية اللي هم عايزين بقى اي حاجة يمطين عليها وعايزين يسرقوها وعايزين زي السلوكات اللي بنشوفها الوقتي. لكن اعتقد ان احنا ان شاء الله بإذن الله ده مجرد حلم ومجرد بداية. والافكار العظيمة دائما ما تبدأ بفكرة بسيطة بربما حلم في عقل شخص حالم وفي النهاية بيصل للموضوع ان بيستفيد بها عشرات الالاف زي جيري الشوك. دكتور جيري الشوك اللي بدأ البورد في امريكا في التمانيات والتساعات وانتشر موضوع حاليا لغاية ما في عشرات الالاف من الاطفال بيحصلوا على آآ برامج تحليل السوق التطبيقي والالاف استفادة. فده حلم ان شاء الله بإذن الله اتمنى ان يوم من ذات الايام اشوف هذا الحلم موجود. ونقطع الطريق كمان على اي احد هيحاول ان هو يشوه هذه التدخلات بممارسيات غير اخلاقية. وندي فرصة للخارجين الجداد ان هم يقدروا ان هم يتعلموا اكتر خاصة من المختصين المتخصصين اللي درسوا وتعبوا وتخصصوا. يتبه حاجة عظيمة. ده حلم. اتمنى ادعو معايا كده ان ربنا يحقق الحلم الجميل ده. شكرا لكم. السلام عليكم.